السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بحضرتكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من ملتقى الفكر الإسلامي والذي يأتي برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذه الحلقة من ملتقى الفكر الإسلامي نتحدث عن أخلاق الصائمين والحقيقة هناك الكثير من الأمور التي لا بد أن يتحلى بها المسلم في هذا الشهر الكريم عند الحديث عن الفرائد والحديث عن الصيام بشكل خاص ليس فقط هو امتناع عن المأكل وعن المشرب كما قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ربا صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ولكن لا بد أن يتحلى بمجموعة من الأخلاقيات وهذه الأخلاقيات هي التي تجعل من الإنسان المسلم له طابع مختلف طابع متميز طابع يدل حقيقة عن سماحة الدين الإسلامي أتشرف في هذه الحلقة المباركة بوجود ضيفي الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف وأيضا فضيلة الشيخ إسلام النواوي عضو إدارة الفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف أهلا بحضرتكم ونرحب بكم في ملتقى الفكر الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان في البداية لابد أن نتحدث عن أخلاق الصائمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين وبعد بداية عني ديننا الحنيف عناية بالغة بالأخلاق والسلوكيات ومما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر بعثته على إكمال وإتمام الجانب الأخلاقي عندما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم أو لأكمل مكارم الأخلاق وقد يسأل سائل لماذا قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته على العناية بالجانب الخلقي مع أن الأخلاق لا تمثل إلا ثلث ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد وبالشريعة وبالأخلاق نقول إن قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته على تركيزه على تنمية الجانب الأخلاقي يدل على أن التوحيد والعبادات ما شرعت إلا لتسكية وترسيخ الجانب الأخلاقي كثير من الناس يفهمون أن الدين عبارة عن عبادات جوفاء لا علاقة لها بالأخلاق صحيح لكن نقول هذا فهم خاطئ العبادات ما شرعت إلا لترسيخ الجانب الأخلاقي بدليل انظر إلى الصلاة مثلا ربنا جل وعلا يقول في حيسية التشريع إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذن من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة لهم أيضا الزكاة ليست هي جباية أو ضريبة أو معونة تحصل من الأغنياء وترد على الفقراء وإنما شرعت الزكاة لمقاصد سامية وأغراد نبيلة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به إذن الزكاة شرعت لتركيز على جوانب أخلاقية طهارة المزكي والمزكة والآخذ والطهارة تكون طهارة حسية ومعنوية طهارة الآخذ من الحقد والحسد والغل الذي يكمنه على الغني طهارة المزكي من بعض الدخل الذي يدخل على المال أو يكون فيه شبهة فيطهرهم أيضا لو نظرنا إلى الحج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج إذن الحج من أكبر المظاهر لضبط السلوك والإتصاف بحسن الخلق الصيام الصيام مدرسة للأخلاق ربنا جل وعلا عندما ذكر في حيثيات تشريع الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوه التقوى معنى جامع لكل الخيرات المتقي هو من يجده الله حيث أمره ويفتقده حيث نهاء سيدنا الإمام علي والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل آيات الصيام الموجودة في صورة البقرة بدأت بالتقوى وختمت بالتقوى دليل على أن المقصد الأسمى من تشريع الصيام أن يحصل الصائم على التقوى إن كان صومه صوما صحيحا هناك بعض الآداب والأخلاق التي يجب على الصائم أن يتحلى بها في صيام من أولها كما ذكرت التقوى وهي لا تحصل إلا من الصيام الصحيح الذي صام صاحبهم عن الشهوات وصوم جوارحه عن ارتكاب ما يغضب الله سبحانه وتعالى وصوم قلبه عن الانشغال بالهمم الدنية والأفكار الدنيوية وجعله قلبا وقالبا في اتجاه حمد الله ومرضاته وتحصيل السواب من أهم الأخلاق الفاضلة التي يجب أن يتحلى بها الصائم حفظ الجوارح من الآثام ومن الشرور ومن الموبقات الصيام ليس كما يظن كثير من الناس مجرد إمساك عن الطعام والشراب أو مجرد إمساك عن شهوتي البطن والفرج نقول لا الصيام صيام عن الشهوات وصيام عن المحرمات وصيام عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى إن أردت أن تحصل على السواب الجزيل الذي وعد الله عز وجل به الصائمين لذلك واجبنا على الصائم أن يحفظ لثانه عن الغيب وعن النميم وعن الكذب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابهم ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من الغيبة ومن النميم المرأة التي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كثيرة الصلاة والصيام وكثيرة الصدقات إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال صلى الله عليه وسلم هي في النار برغم الصيام والصلاة والزكاة والصدقات نعم لأنها صلت وما صلت صامت وما صامت زكت وما زكت لأن العبادة عندما تؤدى على أنها عادة لا يحصل للمسلم منها الثواب أو الثمر المرجوة يعني فاهم أن الصلاة قيام وركوع وحيد لكنه وهو في صلاته لاهي مشغول الفكر والزهن يفكر في الدنيا لا يخرج من صلاته بالثمر المرجوة بالتقوى بالبعد عن المنكرات أو المحرمات وإنما عندما يؤدي العبادة على أنها عبادة يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وهو يؤدي هذه العبادات فيؤديها بعد أن وصل إلى درجة الإحسان وهو أنه يراقب الله سبحانه وتعالى في عمله لأنه على يقيم بأن الله مطلع عليه وناظر إليه إذن يخلص الله عز وجل في عمل اللسان لا بد أن يصال عن كل المحرمات لا يكون سببا في الغيب ولا في النميم ولا في الكذب ولا في البهتان لذلك الجوارح كلها في الصباح تحض اللسان على الصدق اتق الله فينا فإنما نحن بك إذا انصلح حالك انصلح حالنا وإذا فسد حالك فسد حالنا كذلك واجب على المسلم أن يحافظ على العين فلا ينظر بها إلى ما حرم الله إلا فيما أحل الله في قراءة الكرآن الكريم قراءة كتب العلم النظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى كذلك اليدين والرجلين لا يستعملهما في بطش أو في أن يمشي إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى واجب أن يسخر كل الجوارح في المحافظة على شرع الله عز وجل فواجب عليه أن يصوم وأن يصومها لذلك الإمام الغزالي قسم الصيام إلى سلاسة أخسام صوم العوام عموم الناس هؤلاء لا يعرفون من الصيام إلا مجرد امساك عن الشهوات ولا يبالون فيما يقعون فيه بعد ذلك من المنكرات ومن الموبقات النوع الثاني صوم الخصوص هؤلاء يصومون عن الشهوات ويصومون جوارحهم عن ارتكاب ما يغضب الله سبحانه وتعالى في الليل وفي النهار بعض الناس يعتقد أن الصيام في النهار فقط يحافظ على جوارحه من ارتكاب ما يغضب الله سبحانه وتعالى يحافظ على صيامه في النهار فإذا أتى الليل فكأنه في حل نقول لا الليل تابع للنهار والطاعة كل لا تتجزى وإن أردت أن تحصل على العطق من النار في هذا الشهو فلابد أن تصوم وأن تصوم الجوارح عن ارتكاب ما يغضب الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار النوع الثالث اللي هو أعلى من الخصوص هو صوم القلب بأن يصوم قلبه عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية ولا ينشغل بغير الله سبحانه وتعالى كذلك من الأخلاق الفاضلة التي يجب أن يتحلى بها الصائم خلق الصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث سلمان وهو شهر الصبر وورد في بعض الأحاديث صم شهر الصبر وسلاسة أيام من كل شهر ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو صوم الضهر شهر رمضان شهر صبر وقد اجتمع في شهر رمضان كل أنواع الصبر السلاسة صبر على الطاعة صبر عن المعصية صبر على الأقدار المؤلمة الصائم يصوم وهو يحاني من الطاعة يقوم بعد الطاعات الصلاة والقيام وقراءة القرآن والزكاة والذكر صابر على ذلك محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى صابر عن المعاصي يمنع نفسه عن الشهوات يصوم جوارحه عن ارتكاب ما يغضب الله سبحانه وتعالى فيها معاناة تتطلب صبر صبر على الأقدار المؤلمة من الجوع تحمل مرات الجوع والعطش فلابد أن يكون صابرا على إيزاء من آزاه وعلى تطاول من تطاول عليه ولا يستصار لمجرد أن أحدا من الناس انفعل أو أثاره بكلمة فلابد أن يكون ضابطا لأحصابه متحكما في سلوكياته النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخب ولا يجهل لا يتصب بهذه الصفات التي تنقص من سواب الصيام بل تذهب صواب الصيام وإن أراد أحد أن يحاول أن يستثيره فلا ينقاد يذكر نفسه إني صائم معنى ذلك أن صيامي يمنعني من أن أرد على السيئة بمثلها أو أن الصيام يمنع الصائم من أن يقح فيما يغضب الله سبحانه وتعالى كذلك من الأخلاق الفاضلة التي يجب أن يتحلى بها الصائم خلق المراقبة مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر وفي العالم أمام الناس وبعيدا عن الناس الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى أستطيع أن أدخل وأكل وأشرب ثم أخر إلى الناس وقول أني صائم لا يستطيع أحد أن يكذبني فأنت في صيامك تراقب الله سبحانه وتعالى فواجب عليك أن تراقب الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات وفي كل الأحوال خاصة أن مراقبة الله سبحانه وتعالى من أهم وسائل النجاح ونضرب بعض الأمثلة على حسن المراقبة سيدنا يوسف عليه السلام عندما راودته مرأة العزيز وهمت به قال ما عازى الله استعصم بالله سبحانه وتعازى بالله ولازى به لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى في الخلوات والجلوات سيدنا ابن عمر رضي الله عنه عندما كان في سفر ومر على راعي فطلب منه أن يبيعه شاه الراعي كان يتصف بحسن مراقبة الله سبحانه وتعالى قال لست أنا رب هذه الشاه قال كل سيدك أكلها الزئ قال وأين الله أين الله بنت بائعة اللبن التي طلبت منها أمها في وسط الليل بأن تضع ماء على اللبن حتى يزداد وحتى يكون المكسب كبير قالت لها يا أمه إنني استمعت إلى رسول عمر بن الخطاب لدى الله عنه ينادي في الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الغش وقال من غشنا فليس منه قالت يا بنيتي أين نحن الآن من رسول عمر أو عمر نهم يعني نياب فقالت البنت التي اتصفت بحسن المراقبة إذا كان رسول عمر وعمر نائم فأين الله هذه هي مراقبة الله سبحانه وتعالى كذلك من أهم الأخلاق الفاضلة التي يجب أن يتصف بها الصائم خلق الجود والكرم رمضان شهر جود وشهر كرم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك هذا الشهر يجود الله عز وجل فيه على عباده المؤمنين بكثير من أنواع الجود والكرم من مظاهر جود وكرم الله عز وجل على الصائمين في هذا الشهر أنه شفع فيهم الصيام شفع فيهم الكرآن بيّن ربنا جل وعلا بأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه أيضا أعطاهم في هذه الليلة ليلة القدر ما فهي أفضل من عبادة ألف شهر أيضا من مظاهر كرم الله عز وجل لعباده المؤمنين أنه اختص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر ببعض الخصائص والمنح والعطايا التي لم يعطيها لغيرها من الأمم كما ذكر سيدنا جابر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي أما الأولى فإنه إذا كان أول ليلة من هذا الشهر نظر الله عز وجل إليه ومن نظر الله إليه لم يعزب أما الثانية فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة أما الثالثة فإن رائحة أفواههم حين يمسون تكون أطيب عند الله من ريح المز وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته يقول لها تزيني لعباد الصائمين يشك أن يستريح من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر يوم من هذا الشهر غفر الله عز وجل لهم ذنوبهم كما أن العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذا الشهر شهر جود شهر كرم شهر مواساة للفقراء والمساكين كما قال في وصية سلمان وهو شهر المواساة شهر إقامة مبدأ التكافل الاجتماعي لأن الصيام ما شرع من أسباب تشريع الصيام أن يستشعر الغني بمرارة جوع الفقير فيتصدق فيطعم فيقوم بفروض الكفايات وفي هذا الشهر فرصة عظيمة لأن يقوم الإنسان بالجود والكرم مما رزقه الله عز وجل من مال خاصة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن رزق الصائم يزاد في هذا الشهر وهو شهر يزاد فيه في رزق الصائم هذه الزيادة ينبغي أن يستغلها المسلم ليس في التبذير وليس في الإصراف وليس في أن يضع على مائدة الطعام كثير من الأصناف ما لز وطاب ثم يلقي بمعظمها أو بأكثرها لا يستغل هذه الزيادة في الرزق في الصدقات في إطعام الفقراء والمساكين في إفطار الصائمين خاصة بأننا نقول إن أخذ سواب الفطر لا يشترط أن يكون الفطر كاملا بعض الناس يعتقد بأن لما الرسول ألما فطر فيه صائما كان مغفرة لزنوب وعدق لرقبته من النار وكان له مثل أجره لابد أن يكون الإفطار كاملا نقول لا إن رحمة الله عز وجل بالمؤمنين الصائمين وكرمه وجوده جعلته يحاسب على النية وليس على الكمية أئن نية تصدق بما تستطيع وبما يزيد عن حاجته لذلك الصحابة فهموا هذا الفاه قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم عليه عندما قال من فطر فيه صائما كان مغفرة لزنوبه وعدقا لرقبته من النار وكان له مثل أجره الصحابة ظنه بأنهم لن يحصلوا على هذا السواب كاملا إلا إذا كان الإفطار كاملا فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفاه وبين بأن الله سبحانه وتعالى يحاسب على النية وليس على الكمية فقال يعطي الله عز وجل هذا الأجر والسواب لمن فطر صائما على تمر أو على شربة ماء أو على مسقة لبن إذن كرم الله عز وجل وجوده في هذا الشهر كبير كبير عظيم واجب علينا أن نغتنم فرصة حلول هذا الشهر التي تضاعف فيه الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم من تقرب فيه بخصة من خصال الخير كانك من أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كانك من أدى سبعين فريضة فيما سواه واجب علينا أن نصوم شهر رمضان صوم عبادة وليس صوم عادة لا بد أن نتخلق فيه بالأخلاق الفاضلة إن أردنا أن نخرج من هذا الشهر من المقبولين ومن اعتقائه من النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم واجزاكم الله خير فتح الله عليكم فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان وأنتقل بسؤالي لفضيلة الشيخ إسلام النواوي وأبدأ من حيث انتهى فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان من التقوى والتقوى ليس فقط نأتي أو تأتي إلينا من العبادة ولكن أيضا من المعاملات والتعاملات مع الآخرين ونجد خلال شهر رمضان المبارك هناك أخلاقيات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين الإسلامي وتتمثل في الموظف الذي يتعلل دائما بأنه صائم ولا يستطيع القيام بواجباته أمام الناس الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يا رب صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفى يعني بداية هو شهر رمضان هو شهر الغنيمة شهر نغتنم فيه الحسنات والخيرات والبركات شهر ينتظره كل إنسان يريد أن يحصد ما زرع يعني عايزين نقول إن شهر رمضان مش مجرد شهر هو ثمرة لأعمال العام عايز أتكلم في نقططين علشان أدخل للجزئية بتاعي التعلل للناس بإن رمضان وتعب ومشق وما إلى ذلك عندنا نقططين لابد إن نحن نقولهم لكل اللي بيسمعونا وخاصة إخوتنا من الشباب في العبادة في حكتين في حاجة اسمها مناخ العبادة وفي حاجة اسمها زينات العبادة وربنا سبحانه وتعالى أول من أسس لنا لمناخ العبادة في صورة قريش إلى في قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس اعبدوني لأني أمنتكم وأطعمتكم وده الأساس أي إنسان مقبل على عبادة كبيرة زي عبادة الصيام زي عبادة الحج لابد أن يدخل نفسه في المناخ لابد بلغة الكورة يعني أنه يعمل إحماء يحمي أعضاؤه يسخن أعضاؤه يجهز قلبه يجهز عقله يجهز نفسه لأنها عبادة كبيرة مش هينفع يدخل فيها كده وسيدنا صلى 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 الله عليه وقال إن هذا الدين متين الدين يعني كامل فأوغل فيه برفق ودي أول رسالة من النقطة اللي احنا نتكلم فيها مناخ العبادة الناس اللي بتبتدي رمضان متشجعين قوي 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 قيام الليل مع صلاة فجر مع القرآن مع صهر وييجي في نص رمضان يعطف ده طبيعي جاله شد في أعضاؤه لأنه مش قادر يكمل لأنه خلاص اللود الحملة بقى تقيل عليه يعني ما عملش تخطيط أحمال للشهر تعب وقع وما لأدخل إزاي من قبل رمضان من قبل رمضان أجهز أجهز لربنا سبحانه وتعالى ألا يستحق الله منك أن تتجهز له أذا كان رب العزة سبحانه وتعالى جهز الدنيا وما فيها لهذا الشهر لمين؟ للإنسان أول حاجة مناخ العبادة مناخ العبادة بقى ده مناخ أسري مناخ مجتمعي مناخ في العمل مناخ أسري الأسرة تجتمع إذا ما كناش بنصلي جماعة مع بعض نخلي فرض نصليه في رمضان جماعة إذا ما كناش منتظمين على قراءة القرآن ورد معين ولا صفحة تجتمع الأسرة على مئدة القرآن زي ما نجتمع على مئدة الطعام ما فيش مانع خالص أن الناس تميز رمضان بشيء من الطعام فيش مانع بس بدون إصراف أنا مش من أنصار الناس اللي بيقولوا جوع لأن ربنا ما جوعناش لربنا سبحانه وتعالى يعني فترة الانقطاع عن الطعام دي فترة تدريب مش فترة تجوية لأنه سبحانه وتعالى لا يريد هلاك الإنسان صحيح فلازم الناس تفهم العبادة طيب يبقى مناخ العبادة مناخ أسري الأسرة لابد أنها تتجهز ومناخ مجتمعي المجتمع بقى ودي مشكلة كبيرة إحنا بنواجهة قد تكون الأسرة تؤدي ما عليه لكن المجتمع بتخرج تقابل فيه كذا وكذا وكذا أشخاص مختلفة فعلى كل إنسان إنه يختار من المجتمع ما يدعمه يعني في مجال الأعمال أي إنسان بيعقد شراكة بيعقدها مع حد بياخد إيده الأعلى مش بياخد إيده للخصار أي رجل أعمال عايز ينجع وعنده مشكلة في التمويل بيشوف حد أكبر منه في التمويل علشان ياخد بإيده ويعليه كذلك في العبادة كذلك في المنسدنا صلى الله عليه وسلم لما بعث بعث الله له أبو بكر وما كانش في حاجة لأبو بكر بالمناسبة يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما وكان في حمى ربه وكان في حفظ ربه لكن الرسالة مباشرة من ربنا سبحانه وتعالى إن كل إنسان لابد وأن يرافق من يدعمه ياخد بإيده يكمل الجوانب اللي عنه وده بالنسبة للجانب المجتمع أما بقى بالنسبة للجامل بالعمل اللي حضرتك أشرط إليه وهو إن الناس قد تتعلل في إن أنا صائم وإني هقصر في الأعمال وإني 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 أسيادنا العلماء كانوا بيتكلموا في نقطة العمل إن العمل ده أمان وإن مفهوم العمل عند كتير من الناس هو إنجازوا الوقت يعني كتير من الناس عندها مفهوم العمل إنجازوا الوقت يعني أنا أحبس نفسي للعمل من مثلا من تمانية لاتنين تلاتة أربعة خمسة إنجاز الوقت لكن مجموعة من العلماء تكلموا في موضوع العمل لأنه قضاء العمل قضاء العمل أنت شخص صائم ومتعب أردت بنفسك ونظم نفسك إن الحاجة اللي كنت بتعملها برا رمضان في ثلاث ساعات إنك تعملها في رمضان في ساعة طب إزاي؟ إلاك برا رمضان كنت بتفتره وبعدين تشرب الشاي وبعد الشاي تشرب قهوة وبعد الأهوة تشرب شاي تلاحق بعضك كده الروتين اليومي إنما أنت في رمضان نشيط صحيح فضرب نفسك إن أنت قبل ما مجهودك يفضى قبل ما مجهودك يفضى تنجز ما عليك من عمل براءة إلى الله براءة إلى الله مش بقول إنه يضيع الوقت لكن براءة إلى الله وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا مش قال لنا اغتنم فراغ قبل شغلك صحيح واغتنم صحتك قبل هرمك صحيح لا مش هو ده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمونا ولذلك بنقول للشباب ولكل اللي بسمعونا الدين جملة على بعضها للأسف إحنا بناخد من الدين بنفصل من الدين دي ناسبنا أنا صايم النهاردة فيش أنا صايم النهاردة عايزينك ديج أنا صايم والله أصلا أنا كنت صهران لحد الفجر حضرتك علشان أصلي الفجر في جماعة وبعدين وأنا بصلي الفجر في جماعة حضرتك قالولنا إنه لا يقعد بعد صلات الفجر لحد الشروق يذكر ربنا يعمل عمرة فقلتها وبالمرة ناخد عمرة وحجة كلا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن اللي نسي يقوله لك إن جلست ما بعد الفجر سنة جلست ما بعد الفجر سنة أما جلست العمل فرض وهذه القضية طيب دي أول حاجة لها مناخ العبادة وزينة العبادة في بعض الناس بيعبد وبيعبد كتير بس بيعبد كده يعني ده هو إيه هنصلي هنصلي هنصوم هنصق يعني لكن في حاجة اسمها زينة العبادة زي إيه مثلا في الصلاة إحنا هنقوم نتوضي اللي توضى خلاص بقى طه لكن في حاجة اسمها اسباغ الوضوء اسباغ الوضوء اسباغ الوضوء دي إيه دي زينة العبادة طيب هنخش يصلي هنصلي ودخلنا الجماعة في حاجة اسمها الخشوع في حاجة اسمها إن العبادة ممكن ثوابها يضيع تحسب لكن ثوابها يضيع لأنك ما عملتش زينة العبادة يعني سيدنا صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الذوري والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه هو النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول إن اللي بيجذب ما يصومش مش بيقول إن اللي بيفتن ما يصومش لكن سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم بيقوله أنت مجهودك راح عليك لأن زينة العبادة مش موجودة إيه زينة أي عبادة؟ الأخلاق الإنسان اللي بيصلي ولا تظهر صمرة صلاته على أخلاقه ما صلاته غير مرفوعة الإنسان اللي بيصوم ولا يظهر ذلك على أثر صيامه ما هو صيامه غير محسوب الإنسان اللي بيحج وبيرفس وبيفسق وماله حرام وما تحراش الحلان ما هو حجه غير محسوب مع أنه دين عبادات عظيمة وكأن الله تبارك تعالى يضع أعيننا على أمر مهم أنتم تعبدوني ربنا بيقول لنا أنتم تعبدوني وإذا كان الواحد منكم عندما يقدموا عملا مهما لواحد من البشر يختار له أفضل الوقت وأفضل العرض يعني مثلا أنا لو سيادة العميد أستاذنا لو داخل أعرض عليه بحث استحالة هقدمه لسيادة العميد ورقات كده لازم أختار ظرف كويس أختار فايل كويس أختار وقت مرسيادة العميد مزاجه رأي فيه ألبس كويس أتهندم لساء وهم ستزدتك هل بعلمونا كده في الجامعة وإنت طالب دراسات عليا لابد أن تكون على قدر المسئولية فما بالك أنت بترفع عبادة لرب العزة سبحانه وتعالى فين زينة العبادة ولذلك قد تشفع ذينة العبادة في التقصير في العبادة سبحان الله مش بنقول لنا استقصة لكن يوم القيامة قد تكون زينة العبادة شفيعة لتقصير العبادة بمعنى إذا افترضنا أن صلاة النفل زينة للعبادة ما هو الفرد هو الصلاوات المكتوب الزيادة هتبقى زينة فإذا افترضنا أن صلاة النفل هي زينة العبادة وجاء العبد يوم القيامة بتقصير في الصلاة مثلا أعد لسن 17 سنة ما صلاش مثلا كان في يوم من الأيام سقط بعض الصلاوات عليه وبعدين جاء للحساب بالمناسبة الصلاة عاملة زي الباسورد بتاع الموبايل أنت تدخل الباسورد الموبايل يفتح أنت تصلي الكتاب بتاعك يفتح ينعقد لك حساب مش مصلي مش هينعقد لك حساب فالصلاة هي اللي بتفتح الكتاب فيأتي العبد يوم القيامة ما فيش صلاة فالملائكة تقول يا رب ليس له صلاة ملوش صلاة عنده تقصير في الصلاة فربنا سبحانه وتعالى يأخذ من الزينة ليكمل الأساس فيقول انظروا هل عبدي من تطوع يعني عبدي ده صحي في اليوم بالليل في مرة كده وأنا ما صلي ركعتين رح عمل عمر أو آل بدل ما أعود وما أعملش حاجة أعود أصلي كده في مسجد سيدنا النبي أو في الحرم يا رب صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفى فيقول له يا رب فربنا سبحانه وتعالى يعلي بقى يعلي الزينة دي ويخليها أساس يقول أكملوا لعبدي فرضه من تطوعي كمان من زينة العبادة الأخلاق وهو موضوع حلائتنا النهار تخيل ان الأخلاق قد تكون نجدة للعبد يوم القيامة عند ربه لما الحديث المشهور لما العبد يقف بين يدي ربه للحساب فالملائكة لا ترى في صحيفته أي عمل صحي فخلص الملائكة تأخذوا للنار يعني المعدلة محسومة ليس له عمل خلص نار فيأخذوه إلى النار فيمهلهم ربنا سبحانه وتعالى أمهلوا عبد فيه إيه فيه لجنة خاصة فيه لجنة خاصة عبدي ألك من تطوع يعني أي حاجة ألك من عمل صالح عايز أقول لحضرتك ولكل المشاهدين كل واحد فينا عارف هو عملي يعني احنا ممكن نقعد كده نجد لكن كلنا عارفين الصحفين والغاقين فالعبد يوم القيام ما فيش مجال لأنه يهرب من ربنا فيقول يا ربي ليس لي من عمل صالح أنا ما ليش أي عمل صالح فربنا يقول له تذكر شوف رحمة ربنا الناس لازم تتعلم من رحمة ربنا بقوله تذكر يا ربي ليس لي عمل صالح فيقول يا ربي ليس لي عمل صالح إلا أني كلما أقرطت أحدا قردا يعني مش بيفك الديون لا ده هو بيقرط بيسلم فحان وقت السداد أرسلت غلماني بيرسل المندبين بيتو يغضل الماء فهو يطلب مني أحدهم أن أمهله فأمهله فربنا يرده وقول له بقى أي عبدي ليس أكرم مني خذوه إلى الجنة دي أخلاق ولا مش أخلاق دي سمرة دي زينة ريابات أقول بقى رسالة لإخواتي من الشباب وإحنا بنعاني من بعض الانفلاتات وأنا والله يعني من الفريق اللي مش بلوم على إخواتي من الشباب ودايما ننظر إلى هذا الجيل أنه جيل مجني عليه بعض الشيء لأنه انفتح على أمور كتيرة ما كانتش على موجودة أيام انفتح على النت وانفتح على السوشي الميديا وانفتح وانفتح يعني من الأشياء اللي تكلم عليها أستاذنا حفظ الأعراض وحفظ العوارات وسطر العوارات درس من مدرسة الصيام عايز أقول للإخواتي من الشباب أن أي واحد يغتنم شهر رمضان في أنه في أنه يدخل الجنة وربنا نجيه من النار إزاي في مرحلة الشباب كتير من الشباب بيخش في تجارب غير مقبولة عايز يجرب أشياء بديئة ودعم حكم الصيام أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم الناس أنها تقود شهوتها تخيل كده أن سيدنا صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن اللي ييجي في باله الرزيلة ويتركها إن شاء الله داخل الجنة يعني يعني رسالة بقى لكل اللي بيسمعنا لكل اللي بيسمعنا لو أنت بتشوف حاجة مش رطيفة وقررت أنك توقف في رمضان علشان درمضان علشان بعظم الشعيرة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إذا كنا بنقول أن الصيام تقوى وإذا كنت أنا المفروض أحصل نقاط التقوى فمن نقاط التقوى إن أنا أعظم شعيرة ربنا فما إنهاش بزنوب بشعة فتخيل أن سيدنا صلى الله عليه وسلم بيحكي للصحابة حكاية قاعد مع الصحابة وقول لهم أتدرون من الكفر في واحد كده اسمه الكفر حد فيكم عارف من الكفر فما حدش عارف الكفر فقال صلى الله عليه وسلم هو رجل من بني إسرائيل البطاقة الوظيفية أو الوصف بتاع الكفر أو مكتب له إيه في البطاقة بتاعته كان لا يتورع عن ذنب فعله والعياذ بالله يعني مش بس يذنب لا بيتفخر يعد مع صحابه يشير على النت يحكي يقول أنا عملت كذا أنا عملت كذا فمبسوط أوي من الزم فسيدنا صلى الله عليه وسلم بيحكي لهم قصة الكفر ليه لأن الكفر ده ذات يوم جاءتهم رأى في حاجة امرأة مديونة وإذا كنا إحنا بنتكلم في شهر رمضان والأخلاق فيعني من العبادات المفضلة في رمضان تفريج كروبات الناس أننا أتصدق وشوف مين محتاج وشوف مين وساعد الناس وفرأهم للعبادة فقالت له والله أنا محتاجة يا كفل فلوس وكان ربنا معطيه من المال فقال لك ما شئتي لكن كل شيء بثمن مكنيني من نفسك وكانت امرأة حرة امرأة شريفة امرأة عفيفة لكن الحاجة يا أحباب بتكسر الإنسان وإياك أن تستغل حاجة إنسان إياك أنك تنتصر على إنسان بحاجته إليك ده انتصار غير مشرف فإذا كنا بنسمع عن بعض الشباب اللي بيستخدموا صور البريئات ويسهموا في فرطحة اتعلموا بقى اتعلموا شوفوا فالكفل ده كم من النوعية دي فالمرأة قالت له والله يعني أنا في حاجة وأسألك بالله أن لا تفض الخاتم إلا بحقي ويعني انفع شيء واتق الله فينا قال مكنيني من نفسك فأمام حاجتها وأمام تصميم الكفر وفقت ولما جلس منها كما يجلس الرجل من زوجته تخيل بكت وأرعدت الحرة لا تقبل بالبزاءات صحيح فبكت يعني عيطت وأرعدت يعني ضمت جسدها على نفسها فقال لما تبكين تعيطني أأكرهتك ده يعني عارف اللي هو إيه أنا دارس قانون أوي أنا عارف أن أنا ما عملت لكيش ضغط أأكرهتك قالت لا ولكن الحاجة قال أفعلت ذلك قبل ذلك يعني عملت الموضوع ده أبقي قالت لا قال أتبكين لمر وأنا فعلته مرات ومرات وما بكيت قومي وأعطاها المال وجعلها تنصرف حزبة لوجه الله دي القصة لو القصة أفلت على كده الناس تزعب في الشعب لا فلما قام على مات الكفل من ليلة سبحان الله تخيل وكان من يعني من سنن بني إسرائيل أن الله تبارك وتعالى ينشر عنهم ما يفعلون ودي حكمة من ربنا سبحانه وتعالى فالمهم الكفل لو مات في عصر السوشيال ميديا كانت السوشيال ميديا كتبت الذي ستصعر به النار الرجل الذي مش عارف إيه لكن سيدنا صلى الله عليه وسلم بيقول فمات الكفل من ليلته فأصبح مكتوبا على باب بيته أن الله قد غفر للكفل اللي فعلوا الكفل عمل واحد صالح ختم بي حياته كان أخلاقا كان أخلاقا الأخلاق أحباب أخلاق الزوج مع زوجته في رمضان بنشوف مشاكل كتير في البيوت بسبب الأكل والشرب والمصاريف أخلاق الرجل مع أهل بيتي أخلاق رب العمل مع من يعملون معه ليس عنده أخلاق الشارع أخلاق الصائمين أخلاق أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله العظيم أن يكتب لنا من الأخلاق أحسنها ومن الأرزاق ما يغنينا عن الحرام يا رب العالمين وأن يحفظ مصر وشعبها وسائر بلاد المسلمين والعالمين آمين يا رب العالمين اللهم آمين يا رب العالمين فتح الله عليكم فضيلة الشيخ إسلام النواوي والحقيقة يعني يمكن أن نضع عنوان بسيط لكلام فضيلة الشيخ إسلام النواوي وهو التوظيف الإيجابي لشهر رمضان المبارك واتخاذ هذا الشهر المبارك أسلوب حياة منهاج حياة نسير عليه طوال العام طوال العمر ولكن ليس فقط مقتصر على هذا الشهر الكريم وهذا هو محور سؤالي لفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان عن ماذا بعد شهر الرمضان المبارك هناك من يحاول أن يستثمر هذا الشهر في مجموعة من الأخلاقيات والطعاط والعبادات وكأنها فقط توجد في شهر رمضان المبارك كيف نستمر؟ كيف نجعل من هذا الشهر المبارك شهر القرآن الكريم؟ ولا بد أن نؤكد على تضبر القرآن الكريم وليس فقط قراءة القرآن الكريم كأسلوب حياة للإنسان المسلم طوال العام العبادات في الإسلام ليست طقوصا تؤدى في أوقات معينة ثم نتركها بالكلية صحيح فتح الله عليكم وعلامة قبول العبادة والطاعة استمرارية المداومة عليها وأن يوفق الله عز وجل لطاعة مثلها صحيح هذا علامة قبول الطاعة لذلك نقول الكيس هو الذي يخرج من شهر رمضان وقد تعلم كثيرا من الدروس التي استفادها من الصيام والقيام وقراءة القرآن فلا يقتصر على تطبيقه لهذه المبادئ والأخلاق في شهر رمضان وإنما يستفيد منها بعد شهر رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سؤل عن أفضل العبادة والطاعة قال أدومها وإن قل فنجد بعض الناس يفهمون العبادات فهما خاطئ فكأن الصلاة لم تشرع ولم تفرد إلا في رمضان كأن التسبيح والذكر لم يشرع إلا في رمضان إذا أتى شهر رمضان أمسك كل واحد بمسبحته فبعد شهر رمضان يضعوها في قدر كأن الصدقات والعبادات وكل الطاعات لم تشرع إلا في شهر رمضان هذا خطأ فادح المسلم مطالب أن يجد وأن يكتهد في العبادة في رمضان وفي غير رمضان فرب رمضان رب شوال ورب سائر الشهوري والأعواب لذلك نقول يجب أن يجعل المسلم شهر رمضان بداية بداية للانقياد الصحيح بداية للانطلاق للتغيير أنا تعلمت في شهر رمضان مراقبة الله سبحانه وتعالى فلابد أن أطبق هذا المبدأ وذلك الخلق في كل الأوقات والأحوال أنا في شهر رمضان أمسكت عن المعاصي وعن الزنوب وعن الشهوات تعظيما واحتراما لحرمة الشهر لا بد أن أحافظ على ذلك في كل الأوقات والأحوال فشهر رمضان هو مدرسة طربوية أخلاقية يتعلم فيها المسلم كل الأخلاق الفاضل مراقبة الله سبحانه وتعالى الصبر كازم الغيس يعني نحن الآن نقول أن متطلبات الحياة اليومية لا تخلوا من تقدير لا تخلوا من منعصات فكلها تحتاج إلى الصبر تحصيل العلم يحتاج إلى الصبر السعي على لقمة لايش يحتاج إلى صبر طربيات الأولاد يحتاج إلى صبر المعاملة مع الجاء ومع الرفيق المعاملة لا بد أن أتصف بهذه الصفة صفة الصبر دائما في كل الأوقات والأحوال فشهر رمضان هو مدرسة للتربية وللتعليم وللتهزيب لكن المسلم الحق هو الذي يطبق ما استفاده في شهر رمضان في بقية الشهور والأعوام لأنني كما قلت العبادة ليست تخوص تؤدى في مواسم معينة لا أنت مطالب بأن تؤدي العبادات في كل الأوقات والأحوال وأن تجد وتكتهد حتى تصل إلى مرضات الله عز وجل في الدنيا والعبادات كما ذكر سيدنا الشيخ السلام ربنا يباريك له يعني فرضية العبادات رحمة من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يعاملنا بكرمه وبلطفه وبيجوده يحاول بأن يكبر النقص عندنا كل ما يريد الله عز وجل منك إخلاص النياة سبحانه وتعالى وستلشت الشعار بأنك لابد أن تكون عبداً كما أراد الله عز وجل أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأن تساعد على عمارة الأرض ولا بد أن تواظب على هذا الأمر ربنا قال له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في أي الأوقات في كل الأوقات وفي كل الأزمان وفي كل الأحوال شهر رمضان مدرسة لكن علامة قبول صيامك وصلاتك وزكاتك وصداقتك في شهر رمضان أنك تواظب على هذه الأعمال بعد شهر رمضان فهذه علامة قبول العبادات تدبر القرآن الكريم القرآن الكريم شهر رمضان شهر القرآن هناك جزئية يعني العبد يهتم فقط بالقراءة ويعني إكمال أكبر عدد من ختمات القرآن الكريم دون التدبر الحقيقي والتطبيق على أرض الوقت شهر رمضان شهر القرآن وسئل الإمام الزور رحمه الله عن أفضل العبادات في شهر رمضان قال ما رمضان إلا قراءة القرآن وإطعام الطعام وورد إن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا أتى شهر رمضان أقبلوا على قراءة القرآن الكريم وكانوا يتركون كثيرا من العبادات ويوفرون وقتا للقرآن الكريم ليست العبرة في كم مرة أختم القرآن الكريم العبرة ما هو الأثر والسلوك الذي خردت منه من ختمي أو من قراءتي للكرآن الكريم نزلك سيدنا أني سيدنا مالك يقول رب قارئ للكرآن والقرآن يلعن من الذي يقرأ القرآن الكريم هو يلعن الذي يقيم الحروف ولا يقيم الحدود الذي يقرأ القرآن وهو ساهن غاف الله لا يدري في أي صورة يقرأ ولا عند أي آية تدبر الذي يمر بآيات ذكر الجنة ولا يقف أسأل الله عز وجل أن يكون من أهلها يمر بآيات النار وهو يضحك يضحك ولا يسأل الله سبحانه وتعالى أو يستعز به من النار ربنا لما يقول أمرنا بالتدبر في القرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى الليلة كاملا بآية واحد قال الله عز وجل ان تعزمهم فإنهم عبادك وانتخفر الله فإنك أنت العزيز الحكيم وسيدنا عمر رضي الله عنه روي أنه ما قرأ آية من كتاب الله عز وجل إلا وبك قرأ مرة إذا الشمس قورت فلما وصل إلى قول الله عز وجل وإذا الصحف نشرت قر مقشيا عليه لأنه تذكر القيامة وما بها من أهواب سمع مرة القارئ أن يقرأ في صورة الطور فوقف حتى وصل القارئ إلى قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من داف قال واقع يا رب لا محاله ومن ينقذني من ذلك العذاب ثم ذهب إلى منزله فمرض شهرا والناس لا يدرون ما سبب مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا اقرأوا الكرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباب والخشوع لا بد منه في القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عبد الله بن سعود اقرأ علي القرآن فيقول أقرأ عليك وعليك أنزل فيقول إني أحب أن أستمعه من غيري يقرأ عليه ابن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء يبكي النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا فإن كنا نقول إن شهر رمضان شهر القرآن لكن نقول إن لابد أن يقرأ القرآن بتدبر وبتفكر أن نقف على المعاني وليس على الألفاظ أن نتعلم من أخلاق القرآن الكريم وأن يؤثر القرآن الكريم في سلوكياتنا فالقراءة الجوفاء التي يعني تجعلك تقرأ لمجرد أنك تردد كلمات أو تطوي صور أو تخطم القرآن أكثر من مرة ولا تستفيد من هذا الخط ربما هو يقرأ القرآن الكريم إن مر به أحد سلوكه معد يسبه ويخذفه ليست هذه قراءة القرآن الكريم ليست هذه قراءة القرآن الكريم وإنما القراءة المطلوبة هي ما أثرت في السلوكيات أن تكون بتدبر وبتفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى سبحان الله الحقيقة فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان تحدث في مجموعة من النقاط الهامة جدا والخاصة بأخلاق الصائمين والحقيقة أيضا هذه الأخلاق تتضمن القراءة والتدبر الحقيقي للقرآن الكريم والطبيق في العبادات والمعاملات ولكن أنهي هذه الحلقة من ملتقى الفكر الإسلامي برسالة يوجهها فضيلة الشيخ إسلام النواوي إلى شباب الأمة والحقيقة هو خطاب مستمر لدفع وتحصين الشباب ضد مجموعة من الأخلاقيات السلبية التي نراها في هذه الأيام تفضل حضر يعني إذا كنا بنتكلم عن الشباب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالشباب عناية كبيرة جدا جدا فأنا يعني رسالتي هتكون مفتوحة مش خاصة ببس برمضان دافع عن حلمك ولا تضيع واقعك لأن كتير من إخوات الشباب بيحلم وبيعيش الحلم وينسى الواقع دافع عن حلمك لا تضيع واقعك اجتهد وعمل واسعى وكن على يقين أن الله تبارك وتعالى لا يضيع سعي أحد حتى وإن تأخرت النتائج كن على يقين أن بداية الانطلاق والنجاح والفلاح من تحت قدمي والديك أي إنسان بيكرم والديه وبينطلق من تحت أقدمهم بيوصل للسماء بيوصل للسماء حرفيا يعني لأن رضا الوالدين من رضا الله تسلح بأدوات العصر واجعل الله تبارك وتعالى بين عينيك وفي قلبك كن خاشعا لله واستعن ولا تيأس إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل عملكم ويحفظكم ويسنكم ويكتبنا من المقبولين يا ربي في شهر رمضان وأنا كنت سعيد بصحبة أستاذي وشيخي ويعني معلمنا فضيلة الدكتور رمضان وبصحبة حضرتك وأشترك تكون لعام الأمة والدنيا كلها بخير وسعادة يا رب العالمين رسالة أخيرة من فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان ويعني أرجو أن تكون هذه الرسالة موجهة إلى قاطع صلة الأرحام في هذا الشهر المبارك أقول لقاطع الأرحام اتقوا الله عز وجل في من لازت بعرش الرحمن سبحان الله اتقوا الله عز وجل في قطيعة الأرحام فإن كثيرا من العبادات لا تقبل ويحبط عملها بسبب عدم صلة الأرحام فلا بد أن نصل أرحامنا في هذا الشهر وفي كل أيام والأوقات الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجماعة الأزهر الشريف وأيضا الشكر موصول لفضيلة الشيخ إسلام النواوي عضو إدارة الفتوى ورحوث الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية وكل عام وحضرتكم بألف خير شاهدين أنتهت هذه الحلقة من ملتقى الفكر الإسلامي في هذا الشهر المبارك والحقيقة ما زال المنادي ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ودائما نؤكد على الخبيئة مع الله عز وجل اجعل هذا الشهر المبارك بداية خير لك في كل أمورك أشكر حضرتكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته